مرحبا أصدقائي نتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية فيديو اليوم رح نشوفوا فيه العامية التركية اللي يعني كنت عملت عليه في فيديو من قبل واعجبكم فقلت لي ما لا نزيد لكم عبارات أخرى اللي يستخدموها الأتراك وبالنسبة لأشخاص اللي حابين يتعلموا لغة تركية راني عملت لكم دورة مسجلة وطبعا رح نكون متابعتكم شخصيا نعملكم تمارين نسألكم إلى آخره طبعا التفاصيل رح تلقوها في الفيديو اللي رح موجود في الديسكريبشن بوكس والطريقة حتى تدرسوه هي أنه لازم تنتسبوه المهم رح نخلي لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس وبالنسبة لأشخاص اللي سألوني هل الدورة مجانية طبعا لا ليست مجانية والآن نروح مباشرة للعبارات اليومية العمية مثلا نكون شبحت احنا نعرفه باللغة التركية نقول دويدم تمام في العمية نقدر نقول شيشتم شيشتم يعني انتفخت لما أخاف في اللغة التركية نقول مثلا خفت كثيرا نقول جوك كوركتم جوك كوركتم في العمية نقدر نقول أدوم كوبتو أدوم كوبتو يعني في العمية كأن هنقول في اللغة العربية العمية نقوله ان فقعت مرارتي أدوم كوبتو مثلا عندنا شخص يكون محظوظ كثيرا أريد أن أقول له أنت محظوظ كثيرا نستخدمو كلمة شانس ل جوك شانس لسن كلمة نسمعها بزاف ولكن في العمية نقدر نقوله جوك بلسن جوك بلسن بل أو شانس ل معناها محظوظ لما نحب أن نترجع شخص باللغة التركية نقوله ني أولور ني أولور طبعا بالنسبة للفظها في العمية نقوله نولور نولور تمام ليست الني أولور يعني الكتابة الصحيحة لها هي نولور في العمية نلفظها نولور لدينا عبارة أخرى اللي نقدر نستخدموها في مكان نولور اللي هي أولومي أولومي جر يعني شوف موتي ترجمتها الحرفية بدكا 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 مدامكم وصلتوا هنا فالمحتوى رأعجبكم لهذا اللي مزل ما اشتركش في القناة يشترك فيها ويفعل زر الجرس هكذا حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة وما تنساوش تضعونا لايك حتى تدعموني يلا نكملوا الفيديو مثلا نكون مخاصم الشخص نقول سنين لي كنوش ميورم سنين لي كنوش ميورم أنا لا أتحدث معك بك حتى نختصر هذا الجملة نقول كستم كستم يعني خاصمتك هناك طريقة يستخدمها الأتراك في حديثهم يعني تكونوا سمحتوها كثيرا مثلا عندك كلمة يكررها مرتان المرة الأولى تكون مثل ما هي المرة الثانية يحذفوا لها الحرف الأول ويضيفوا حرف م مثلا بارامارا بارامارا يوك مصاري ما في أقول مكول يوك أقول مكول يوك ما في مدرسة مثلا تكون تتحدث معي فان قولك شاكاما يعني هل هذه مسحة شاكاما فتقول لي لي شاكاما كا دييل شاكاما كا دييل ليست مسحة في هذا الحالة تقدروا طبعا ما تقولوش بارامارا تقدروا تقولو بارايوك ولكن هذه طريقة كلام تمام لما مثلا نكون جوحانا نقول أجكتم أجكتم أو أجم أنا جائعة ففي العامية نقدروا نقولوه كورت كيبي أجكتم كورت كيبي أجكتم أو كورت كيبي أجم تمام يعني أنا جوحانا مثل الذئب لما نكون تعبانا كثيرا في اللغة التركية نقولك تشوك يورغونم تشوك يورغونم ولكن في العامية نقدر نقول يورغون لكتان أليورم يعني أموت من التعب أركض أشلار حبيت أني نسألكم قبل ما نكمل الحصة إذا يعني حابين أنه نعمل لكم حوار ولكن هذا الحوار لازم تخصصوه مثلا أني سألتكم عملت لكم بوست على يوتيوب وسألتكم إذا حابين نعمل لكم حوار مثلا كياللي قالوا لي في المستشفى ولكن أريد التخصيص أكثر مثلا في المستشفى أين مع أي طبيب طبيب القلب طبيب العيون طبيب الأسنان إلى آخره فممكن أنه تحدوا للحوار اللي حابينو هكذا حتى نفيدكم بشكل أحسن وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه واستمتحتوا به نتلاقوا في الحصة القادمة إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة